موسيقى أنا ثربي طبعاً في المحرق وعندي عدد الأفراد عائلة يعني تسعة أخوان أربع بنات وخمس أولاد وعشنا في بيئة صحية بيئة يعني سودها الحب والحنان والعلاقة مع منطقة المحرق علاقة الأبواب المفتوحة يعني علاقات كلها منسجمة ومتجانسة في كثير من العادات والتقاليد الوالد كان موظف في بابكو لمدة 45 سنة الله يرحمه بعناصر كثيرة تشربناها من الوالد الله يرحمه طبعاً طفولة يعني إحنا فريج فريق المحرق في جميع الأزقة والفرجان في فرق شعبية دور شعبية فكانت تمارس كثير من الطقوس والفنون المختلفة في مناسبات مختلفة بالإضافة إلى أخي سلمان الله يرحمه كان يقتني الكثير من آلات الموسيقية يعني مما ساعد بوجودي في بيئة حاضنة للفنون بشتى أنواحها يعني طبعاً المدرسة لها دور كبير مدرسة عمر بن خطاب مروا علينا الكثير من المدرسين كانوا أكفاء جداً في مجال التربية الموسيقية وهذرين أيضاً احتضنوني وساهموا في تشكلي وتكويني حتى يعني في حدود الله يرحمه في حدود ثمان سنوات يكبر عني ووجود الآلات الموسيقية واهتمامها بالموسيقى الهندية والموسيقى الخليجية والموسيقى أيضاً النصرية كلها كانت موجودة بالبيت والآلات الموسيقية المختلفة آلات الشعوب يعني الستار والعود والإقاعات آلات الإقاعية الشحبية كل هذه الآلات يعني كنا نمارسها يعني حتى على طاري الآلات كان راشد الماجد كان جاري هو يصغرني طبعاً فكان دايماً عندي في البيت على الآلات ما الأخي سلمان فأنا وراشد الماجد كنا على طول نتناقم في العزف والتدريب يعني فترة المسائية تحديداً يعني بالعكس سلمان الله يرحمه يعني كان في نادي بالمنطقة نادي الجيل لما تشوف عندي بعض المواهب أو موهوبة الموسيقى كثير شجعني وأخذني إلى نادي الجيل مع أشبال النادي وكان كثير من الوجات والفعاليات الفنية كنت أنا أقوم بالغناء وأشارك في العزف في نادي الجيل فكان سلمان يعني مشجع بدرجة أساسية في تقوية موهبته أول آلة استخدمت أو توفرت لي هي آلة الأكورجون وآلة القيتار ومن ثم تنوعت الآلات الأخرى اللي هي الكيبورد ومن ثم البيانو وآلة الكمان فالآلات دي كلها تدرجت في المراحل العمرية في مجال الفن نعم كل الآلات اللي قمت بالتدريب عليها كانت متوفرة واستطعت التمكن من العزف على مجموعة من الآلات لكن هذه مش تخصص وإنما لما التحق بالمحهد العالي للموسيقى العربية بمصر هناك بدأت تخصص للآلة الموسيقية أنا درست خمس سنوات آلة الكمان ومن ثم هذه الثانوية الموسيقية ومن ثم انتقلت في البكالوريوس إلى التأليف الموسيقي فيستلزم بأن وجود آلة البيانو هي آلة إساسية في التأليف الموسيقي فخمس سنوات كمان وبقية السنوات كانت آلة البيانو مع التخصص تأليف الموسيقي يعني بطبيعة الحالة الهوايات المختلفة كانت متوفرة لأي شاب هو اللعب الكورة وتربية الحيوانات الأليفة الحمام وآخر من الحيوانات المتوفرة يعني متواجدة بالبيوت يعني بس كانت تعتقد أنه الموسيقى هي كانت مخذة نصيب الأسد في طفولتي ممارستي للآلة بشكل مستمر ومشاركتي مع أصدقاء في العز في الجماعي وأيضاً الأنشطة في المدرسة فكانت الموسيقى مسيطرة عليه في أكثر من أي مجال آخر يعني أنا يعني العائلة إحنا كنا كالتالي كان في عندي أخ عبد الرحمن وبعدها أخي سلمان الله يرحمه وبعدها أختي مريم الفنانة خرجت محب الفنون بالكويت وبعدها أخي صالح وأختي شريفة وبعدها خليفة وبعدها بدرية أختي بدرية وأخي شوقي وبعدها أختي سلوة هذه عددنا بالتوالي يعني العمرية يعني إحنا تسعة تسعة أفراد يعني لا الوراث لا لا مو موجود ولكن مثل ما خبرتك سلمان دارس الله يرحمه دارس في بغداد وثقافته متنوعة وهو مدني شخصيا يعني احتنفيني وشجعني وعطاني كثير من وقته للاهتمام بالموسيقى وعندي أخة مريم هي درسة ثنون أيضا ثنون مسرحية لكن في مواهب في فترة من الفترات في الثمانينات بداية الثمانينات كانت تشكيل فرقة أجراس شجعنا بعض من أخواتنا واخواننا للمشاركة في الغناء وفي الكرال لفرقة أجراس واستمروا طيلة فترة أجراس ومن بعد طبعا كلنا رح مجالة يعني فنان الكبير راشد الماجد في ذلك الوقت ما كان فيه غناء ما كان يغني راشد وانما كنا عندنا آلات إيقاعية وعندنا آلات قيتار وعندنا فكنا نتناغم ونعزف مع بعضه ونكتشف ونتعرف على الآلات المختلفة لكن فيما بعد طبعا أنا يعني مفتحت لي بيبان كثير في التعرف على فنانين مختلفين يعني تحديدا في البحرين وفي مصر يعني فترة الثمانينات لما ريحت يعني فنان علي الحجار عمرو الدياب لطيفة فنان لطيفة وسامة القصبجي فنانين كثار كلهم أنا تعرفت عليهم كلهم تعاملت معهم محمد الحلو كلهم الفنانين هذه صار صار لي كثير من المساهمات الفنية بالاستوديوهات بالقاهرة يعني وفي البحرين طبعا بعد راشد توسعت علاقاتي مع أستاذ جاسم الحربان وأستاذ أحمد جميري وتحديدا أحمد الهرمي يعني استغلت مع فترات طويلة بتترات مسلسلات إلى بعض الألبومات وبعض المشاركات الفنية فبداية كان مع راشد لكن فيما بعد العلاقات توسعت على صعيد الفنانين المختلفين بالبحرين ولا الخليج أو في القاهرة يعني مثل ما خبرتك راشد ثالث أو رابع بيت من منزلي يعني من بيتنا ودايما في المسا بعد المدرسة نتقابل مع بعض ونمورس هواياتنا وهذه الكلام ترى كنا احنا صغار جدا يعني يعني أتوقع يعني أنا كان عمري يمكن عشرة سنوات وراشد يعني ثمانة سبع سنوات يعني واستمرين سنتين ثلاث يعني وبعدين يعني حياة يعني خذت منحة آخر وأنا للعلم أنا رح درست درست موسيقى بعد المرحلة العدادية يعني مش يعني كملت الثانوية ومثملت حق باللا لا كان وزارة العلام فترة الله يرحمه طارق المؤيد كان في فكرة ببتعاث طلبة من البحرين لدراسة الموسيقى في سن مبكي لأن هذه رقبة المعاهد الموسيقية كلما كانت سن مبكر كما أنت تمكنت أكثر في مجال الموسيقى ومجال العسف يعني فكان أنا أول دفعة أو أنا من مجوعة من اللي التحقى وبالمعهد دفع الأولى يعني فكنا من المرحلة العدادية إلى المعهد دايركت يعني في سن مبكر وبالتالي يعني علاقتي بمصر كما علاقتي بالبحرين يعني الفترة اللي عشت في مصر لا يقل عن 15 سنة تقريبا بين الدراسة وبين المعاهد وبين قصد التسجيلات الموسيقية فكنت يعني كنت أكون بالبحرين شهرين وأكون بالمصر في التشير والعكس يعني هذه كان يعني يتطلب بعض الأحمال الموسيقية أن أنا أكون موجود لفترات بالقاهرة يعني الله يرحمه الوالد كان مشجع يعني شجع أي أحد من أفراد العائلة الاختيار ما يشأ فما كان الوالد يعني عثرة أو وقف ضد توجهاتي الموسيقية بل بالعكس روح يا ولدي الله يوفقك ويحقق مرادك يعني فكان من المشجعين طبعا الوالد ما لا علاقة بالموسيقى ولا بالغناء لكن الوالد هو الشخصية البحرينية الحقيقية يعني 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 يعرف دينه ويعرف وطنه وعندها ولاء وانتمالي هذا الوطن ولكنها مش شخص متزمت متزمت دينيا يعني يعني الله يرحمها والدتي كانت رفض التعاثي إلى القاهرة بكت كثير يعني لكن أخواني حاول يخنعونها أن هذه يعني تصالحة يعني خلي يروح فكانت يعني حتى لما أيما كان في المطار الغديم في البحرين كانت قاعدة على الأرض تبتشي وصيح يعني أنه يعني بتفقد ولدها أو بتبتأ ولدها صغير بيبتهد عنها يعني فهي طمنت لما لقيت معاي مجموعة من الطلبة راح يعني يعني يدرسون معاي هذه طمنة فكانت توصيهم واحد واحد على يعني رعايتي والاهتمام فيني في الغربة يعني فما أنسى هذه الموقف اللي قامت في ولدتي الله يرحمها كنا فقط يعني كنا بالقاهرة يعني سنة 79-80 كنا فقط نكتب الرسائل كان بعض الفنادق كان فيه مكانية روح تتصل الاتصال في الخط الأرض يعني فكل بين فترة أشتاق للوالدتي والوالد أتوجه إلى فندق شوبرت هناك مثلاً وأقوم بالاتصال للأطمنهم عليه وفي نفس الوقت أطمن عليهم يعني وعدت سنوات يعني الحمد لله يعني يعني أنا سن الأولى لما التحقت بالمحر كنت صغير بالسن تعرضت لي موقف مع تكسي أجرة يعني كان حاد وعنيف معاي كنت طالع من الدقي إلى مصر جديدة وخبروني الزملاء اللي كانوا معاي بأنها تعطيها القد مبلغ مقابل توصيل تكاني فلقيتها وايد عنيف وايد حاد على ضوها قررت أنه أنا راح أقعد سنوات كثير فلازم أمتلك سيارة يعني فمع مرتب الوزارة ومع شوية الأسرة قدرت أجمع مبلغ معين والسن الأخرى السنة الثانية والسنوات كلها كانت معاي سيارة أخذني إلى المحج وترجعني طبعا يعني مثل أي طفل يعني المدرسة يعني تحتوي المشاقبين وإحنا لا تنسي نحن فترة المراهقة أكيد في عنفوان وفي يعني مواقف مختلفة يعني بس أنا يعني طبيعتي مسالم يعني مش طبيعتي يعني مش طبيعتي عنيف وأفتعل الخناق والمشاكل لا بالعكس إحنا كنا مجموعة من الطلبة علاقتنا كثير طبيعية وإحنا فريج يعني المدرسة وسط الفريج فإحنا الفريج يعني الفريق يعني أخوان يعني في محبة ونلعب رياضة ونروح للبحر ونمارس هواياتنا فكانت الأمور طيبة صراحتنا وهو طبعا يعني البحر يعني يعني لاحظ أن أنا شخصيا للحم ما أقدر أعيش في منطقة ما فيه بحر يعني حدقة العين ولازم يوميا أنظر إلى البحر وبالتالي دائما أنا في محيط المحرق يعني والبحر يعني موجود في كل ما يعني ما توجهت تجد تجد البحر يعني والفنون البحرية كثير ملتصق فيها يعني يعني الفنون الحدادي والإفجري والمخولفي وكلها قوالب موسيقية غنائية يعني مرتبطة بالبحر وبالتالي أنا كثير أحب هذه الفنون لالتصاقها بالبحر يعني فأكيد يعني الفنون والبحر جزء من حياتي يعني لا لا إطلاقا لا فيه سلم موسيقي يعني مقام الراست يستخدم مقام الصبا مقام البياتي يعني بالتحديدا مقام الحجاز يعني لأنه مقام قريب من الحزن فكانت هذه المقامات موجودة بس طريقة الهنك طريقة الأداء لا جوة لا طريقة أداء معين يعني لكن المقامات موجودة السياق العام للفنون البحر الحدادي المخولفي العدساني الفجري طبعا هي عبارة عن ضروب إقاعية ومقامات مقام الراست مقام الحجاز كل هذه يستخدم في الفنون البحرية وأيضا الفنون الأخرى يعني يعني فن الصوت فن البست فن الفن الفن السامري فن الليوة يعني في بعضها مقامات خماسية بعضها سلالم مقامات معروفة ومتداولة يعني لكن كل قالب غنائي لا ضروب الإقاعية ولا طريقة الأداء ولكن موضوع المقام فهي مقامات يعني تستخدم المقامات في الغناء وهو بالضبط أنا أعتقد أنه الموسيقى في مصر يعني هي حاضنة لكل الموسيقيين في الوطن العربي وأنا أحدهم وبالإضافة إلى الدراسة كنت كثير ننتقل إلى الستوديو لتنفيذ أعمال موسيقية مختلفة يعني وبالإضافة إلى السفار أو عفوا الجامعة الأمريكية كانت كثير عندها فعاليات فكنت قمت بتلحين أوبريت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وشاركت مع مجموعة من المواهب هذه كانت السنوات الأولى لكن بعدها طبعا معرفتي مع فنانين كبار يعني عمرو الدياب والفنان اللطيفة وسام القصبجي وآخرين من الفنانين يعني فكنا يعني نعمل كثير من الأعمال يعني أعمال الغنائية يعني ولكن كلا لمدرسته وستايله يعني أنا دفعتي فنان عمرو الدياب دفعتي والفنان اللطيفة قبلي سنة كان معاي في المعهد في نفس الفصل الفنان عمرو الدياب وبالإضافة إلى الفنانة اللطيفة والفنانة مجموعة من الفنانين يعني حما يخترني بالهم بس كان المعهد يعني يفرخ مجموعة كثيرة من الفنانين يعملون في الحقل الموسيقي ولهم أنغام الفنانة أنغام أيضا كانت من ضمن الطلبة بس أصغر مننا يعني بس كنا على طول موجودين بالمعهد ونتقي في الكافتيريا ونمارس يعني هواياتنا الموسيقية ودراستنا يعني وطبعا أنا الكثير باحب أحب إبراهيم الحجار أبو علي الحجار هذي كان استاذي ودرستني الموشحات والأدوار ومنحس نحظي بأنه كان عندي عسا عربية وساكن بعيد فكنت دايما أخذ معي أوصلة للمنزل فكنت يعني أنهل من الكثير من تجربته وطريقة الأداة والتاريخ الموسيقي والفنون المختلفة فكان هو يعني رحب ويتعامل معي مثل والده وكنت أنا سعيد يعني ممكن امتدت ثلاث سنوات أربع سنوات كان علاقة مستمرة مع الله يرحمه إبراهيم الحجار يعني بس أنا بعدين اتجهت إلى التأليف التأليف يعني كان إنسان رائع اسمه دكتور عزيز الشوان الله يرحمه هذا مؤلف عالمي يعني من حسن حظي بأن أنا أربع سنوات درستني تأليف موسيقي ودكتور ملك داود بعد أيضا درستني علم الكونتربوينت والهارموني فالحمد الله كلهم يعني ساهموا وأسسوني على قواعد متينة مما ساعد بإني يعني أقوم بالكثير في البحرين وخارج البحرين من أنشطة ومخرجانات مختلفة فكل الأساسيات اللي خذتها قمت بمساعدة آخرين في البحرين أعتبرهم مثل عيالي وقمت بتقديم لهم كل ما أملك من معرفة وبالإضافة إلى الفرقة مساكت عشرين سنة تقريبا فرقة البحرين الموسيقى وقدمت ما يمكن تقديمه أخوة موضوع الفرقة الموسيقية هو أنا مساكت فرقتين تحديدا فرقة أجراس يعني أيوة أجراس يعني استمرت من 82 تأسست في 82 لقاية 95 كنت أنا قائد الفرقة مجموعة من الخريجين تخرجوا من معاهل مختلفة وعندهم حماس لتأسيس فرقة على أسس يعني علمية استاذ عبد الوهاب تقي استاذ علي الديري استاذ محمد باقري استاذ محمد هاشم استاذ سلمان الله يرحمه استاذ ابراهيم علي كلهم يعني معظمهم دارسين بالإضافة إلى مواهب يعني فكان في حماس بتقديم شي مختلف وكان عندنا تدريبات مستمرة وقمنا بالكثير من الحفلات حتى كان يعني معظم حفلاتنا دوم ثلاثة أيام يعني جمهور كان كنا نقدمها في تحديدا فندق الرجنسي وفندق الدبلومات وكان الحفلات تمتد لثلاثة أيام فل فكنا يعني نتنافس في تأليف العمالة الموسيقية واختيار النصوص وكانت القضية الفلسطينية هي كانت المسيطرة على معظم نصوصنا لي معين باسيسو توفيق زيارد سميح القاسم محمود درويش وآخرين من الشعراك كثير سهام عيطور وآخرين من الراشد حسين يعني مجموعة من الشعراك كثير نختار منهم القصائد ونقدمها في فعالياتني في 2002 تم تكليفه من سعادة الوزير نبيل يعقوب الحمار بإمساك فرقة البحرين للموسيقى العربية هذي كان اسمها أنا شلت كلمة الموسيقى العربية خليتها فقط فرقة البحرين للموسيقى عطيها اسم رحب لاختيار أي مدرسة موسيقية مش تحديدا عربي يعني وفي 2002 يعني كان مجموعة صغيرة من الموسيقيين اقترحت على الوزارة باختيار مجموعة من الموسيقيين من خارج البحرين مع كوادر من البحرين لتأسيس هذه الفرقة لأن المهام المناطئ إليها كثيرة يعني فما كان في أي مانع فاخترت من العراق من سوريا اخترت من مصر طبعا هو نصيب الأسد لأنه أنا دارس هناك وعارف الموسيقيين المتخرجين من معهد كونسفتوار ومعهد الموسيقى العربية وكلية الفنون أيضا بالزمالك فاخترت خيرة الموسيقيين الكوادر وساندوني ودخلني في كثير من المدارس الموسيقية وتصديني لكثير من الفعاليات الموسيقية ومن المهرجانات وصاحبنا كثير من الفنانين من خارج البحرين من مصر، من المغرب، من تونس، من الخليج كثير من الفنانين صاحبناهم يعني فأنا فخور بإني يعني بإني كنت يعني مسكت الفرقة حوالي عشر سنة استطعنا أن ننحو بمسار للموسيقى في البحرين إلى منحة يعني عالي الجودة وأعمال ذات قيمة موسيقية وكنا نسعى أن تكون الموسيقى في البحرين في مصف كل الدول اللي ترتقي بموسيقاها وثقافتها فكنا نصب عيننا بأن تكون الموسيقى في البحرين أنصر مهم يخدم البلد ويخدم الفعاليات الوطنية ويخدم الذائقة العامة للموسيقى في البحرين الآن طبعا تم تكليفي من وزارة الثقافة بالسعودية بعقد بفترة معينة لتأسيس فرقة وطنية بالسعودية وأتمنى أن أحقق هذا الحلم لأنني بكون فخور بأنني ساهمت في تشكل فرقة وطنية كبيرة طبعا لما تخرجنا من الدراسة تقدمت طلب زواج أم زياد وفي سنة ثمانة وثمانين ونتج عنا ولدي زياد البتشر الكبير ثم ولدي نديم ثم ولدي ناصر أنا عندي ثلاثة عيال أي زياد ونديم وناصر زياد لأنه ابني الكبير فعطيتك كل ما أملك من موسيقى وبالتالي هو ممتاز ومن الأوائل على المعهد والآن تم تكلفه بقيادة فرقة البحرين الموسيقى وهو أيضا أخصائي بوزاة التربيب والتعليم ويدرس ماجستير بأكوديمية الفنون بالغاهرة على وشك التخرج إن شاء الله تكلمنا في الموضوع هذا كثير في ما يتعلق بالموسيقى وأهمية الموسيقى أنا أعتقد أول خطوة على القائمين بالدولة وهو تأسيس معهد موسيقى يعني هذي شي حين لا مفر منه يعني شي حاجة ضرورية لدراسة الموسيقى على أساس علمية في البحرين لأنه في مواهب كثيرة وفي قدرات كثيرة ومجموعة كبيرة ملتحقة بدراسة الموسيقى بالكويت ومصر وبعضهم بتونس وبعضهم بسوريا سابقاً يعني الله يقوم بالسلام إن شاء الله فكثير من المواهب متوسعة في الوطن العربي لدراسة الموسيقى وأنا أعتقد البحرين يعني هي سباقة في الثقاء يعني له دور مهم على مستوى الثقافة وبالتالي يعني تحتاج إلى تشكيل كيان يحتوي كل المواهب الموسيقية الموجودة في البحرين يعني وطبعاً هذي رح يرتقي بالموسيقى يرتقي بالثقافة والموسيقى في البلد وتهذيب يعني للنفس ويكون فيه نشاط موسيقي يعني يقدم أشياء تمس وجدانه وتمس إحساسه وحاشته وولاءه وحبه يعني للوطن وإلى آخره يعني حقاً حقاً شكرا للمشاهدة